ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وثلاثين سنة من دوي الصوابق القضائية كان في حالة دفاع قوية وعرض حياة عناصر الشرطة للخطر باستعمال السلاح الابيض وتشير معطيات البحث الاولية الى تدخل دورية للشرطة مكونة من عناصر الامن العمومي وفرقة مكافحة العصابات من اجل توقف المشتبه فيه بعد ضبطه في حالة غير طبيعية متلبسا باحداث الفوضى بالشارع العام بقرية لاد موسى بمدينة سلا وبحوزته سلاحان ابيضان من الحجم الكبير غير انه ابدا مقاومة عنيفة وعرض موظف الشرطة لمحاولة اعتداء خطيرة بواسطة السلاح الابيض وقد اضطر مفاتي الشرطة وحارس امن من عناصر الدورية للاستعمال اسلحاتهم الوظيفية واطلاق عيارات تحذيرية قبل اصابة المشتبه فيه الذي وفته المنية بعد نقله للمستشفى هذا وقد تم ايضاع جهتة الهالك بمستودع الاموات رهن اشارة التشريح الطبي في الوقت الذي فتحت فيه المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بحتن تحت اشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية